اشتركوا في القناة الا ان تصريحات نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيدانت باتيل اثبتت العكس تماما وبحسب المتحدث فانه خلال المباحثات التي تم اجراؤها طيلة الاشهر الماضية لم تناقش مسألة انسحاب القوات الامريكية كجزء من مستقبل شراكة العسكرية الامريكية العراقية حيث قال خلال مؤتمر صحفي اجرينا مناقشات مع الحكومة العراقية حول مستقبل عملية العزم الصلب منذ العام الماضي بما في ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء محمد شيع السوداني مع الرئيس الامريكي جو بايدن هنا في واشنطن في نيسان الماضي ولم نناقش في اي وقت خلال هذه المباحثات انسحاب القوات الامريكية من العراق تلك التصريحات ثارت غضب وزارة الخارجية التي وضحت المسألة بان المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة تحالف الدولي مشمولين بمخرجات اعمال اللجنة العسكرية العليا ويلزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها مضيفة ان اعمال اللجنة العسكرية ركزت خلال الاشهر الماضي على تقييم خطر داعش بهدف الوصول الى موعد نهائي لانهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب مشيرة الى انه على هذا الاساس سيتم انهاء وجود مستشاري تحالف الدولي بكل جنسيتهم على ارض العراق واكدت الخارجية في بيانها كنا قريبين جدا من الاعلان عن هذا الاتفاق ولكن بسبب التطورات الاخيرة تم تأجيل الاعلان عن انهاء المهمة العسكرية لتحالف الدولي في العراق هذا وبحسب مراقبين فان الفصائل المسلحة لا تزال تضغط على حكومة السوداني من اجل اعطاء جدول زمني لخروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية عن طريق شن هجمات على المصالح الامريكية في العراق وسوريا وكان لمن العام للعصاء قيس الخزعلي قال في وقت سابق اذا لم يكن مع التفاوض الدبلوماسي عمل مقاوم عسكري لن تخرج القوات الامريكية من العراق واكد على وجود العمل العسكري لاجبار القوات الامريكية على الانسحاب لا تحقيق السيادة الكاملة للبلد هو واجب اشتركوا في القناة